أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي على أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة الضخمة والتي تخدم نحو 60 مليون مواطن من أهلين في الريف المصري جاء ذلك خلال اقتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية قرى الريف المصري كما تناول الاجتماع متابعة سير الأعمال بقطاع الطرق الداخلية بالقرى المستهدفة والعمارات السكنية سكن كريم وكباري الري ووحدات طب الأسرة وكافة الأعمال المدنية الأخرى بالمشروعات وشهد الاجتماع أيضا استعرض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطعات مياه الشرب والصرف الصحي والقهرباء والغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها من المشروعات ترجمة نانسي قنقر